هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم الحياة تمضي ولنا في الحياة بصائر حياكم الله مشاهدين ومستمعين في بكورة حلقات برنامجكم برنامج بصائر والذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تتابعون مشاهدين ومستمعين الكرام عبر شاشتكم شاشة تلفزيون قطر وعبر تردد إذاعة القرآن الكريم الذي يتهادى إلى أسماعكم على تردد 103.4 FM مشاهدين ومستمعين العالم متباعد الأطراف لكننا وصلنا اليوم إلى عالم قريب جدا أقرب من ضغطة زر واجبنا في أثناء هذا التطور الذي نعيشه كيف نتعامل معه دينيا وأخلاقيا وعلميا هذا هو موضوعنا وضيفنا الأستاذ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر أهلا وسهلا بك تبقى بجامعة القصيم بجامعة القصيم يعني تتحدث هذه القرب ما بيننا وبينكم صدقتا حياك الله وحيا الله لك والمشاهدين والمشاهدات وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقة مدامة في البواكير أن تكون إن شاء الله نافع ومفيد للجميع بإذن الله دكتور عمر بن حتى نتحدث اليوم عن هذا التطور هذا الانفجار المعلوماتي الهائل الدين الإسلامي من سماحته ومن فتاحه أنه لم يكن محصورا في مسجد أو محصورا في مكان معين بل إن الإنسان المسلم أين مكان وكيف مكان يمكن أن يتعامل مع هذا التطور نعم بسم الله الحمد لله والسلام والسلام ورسول الله أولا أشكركم على الاستطافة هذه والموضوع حيوي جدا كما تفضلت في دباجة حديثك وتلقي المعلومة كما أشرتها لم يعد محصورا في مكان معين أو حتى في كتاب معين أصبح الجهاز الكفي الذي بيدي الصغير والكبير والرجل والمرأة والمتعلم وغير المتعلم أصبح الآن يشكل واقعا لا مفر منه والإحصيات تقول أن أربعة أخماس أهل الكرة الأرضية يملكون أجهزة كهية إذن نحن أمام واقع وأمام تحدي صحة العبارة ما الذي يمكن أو كيف نتعامل مع هذه الأجهزة كيف نستطيع أن نوظفها في نشر الخير ونشر الدين كيف نتحاشى أن تكون هذه الأجهزة سلبية سواء في ما نتلقاه أو ما نرسله وفي نفس الوقت دكتور الإسلام لم يبقى حاجزا أمام تطور الإنسان نعم هو الأصل في الأشياء في الأمور الدنيوية الأصل في اقتنائها في استعمالها في التعاون معها الأصل الإباحة بخلاف جانب العبادات نظرا لأنه أمر متعلق بالسلام على الله عز وجل فلابد أن تكون متصلة بالسماء بما أنزله الله على رسوله من كتبه أمام هذه النعمة مشاهدينا وضيفنا نأخذ جانب مهم وهو قضية ما كان يفعله علماؤنا السابقين لوصول إلى المعلومة واليوم نحن بثانية واحدة تستطيع أن تكون علامة وربما تناقش مجلس وأنت معتمد على فقط محركات البحث ممكن نقول ثانية واحدة أقف على المعلومة أما علامة هذه تحتاج إلى هذه علامة بوجودك قربك من المعلومة اليوم نعم إذا كانت كلمة علامة يوصف بها المكتنز بالمعلومات لا القادر على الوصول إلى المعلومة وفرق بين المعلومة هو العلم المعلومة قد يستطيع أن يصل إليها كل أحد لكن توظيف المعلومات في اتجاهها الصحيح هذا لا يستطيعه إلا المتخصصون وأهل العلم كلهم في فنه أما الوصول إلى المعلومة سهل جدا بل أني أقول أن الوصول إلى المعلومة كما أن له جانب إيجابيا فله جانب سلبي حيث أشعرت هذه القدرة السريعة على الوصول إلى المعلومة بعض الناس أنه يمتلك العلم وفرق كبير وهذا وهذه النقطة نقطة أتمنى وأرجو من الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات أن ينتبهوا لها القدرة على الوصول إلى المعلومة لا يخولنا أن نوظفها كما نريد فأنا مثلا قد أقول لك القرآن الآن بين يديك السنة الصحيحين البخاري ومسلم وغيرها موجود لكن قضية أنك تفهمها الفهم الصحيح تفهم أن الآية هذه ناسخة أو منسوخة تفهم أن الآية هذه العامة هل خصصت أو الآية المطلقة هذه هل قيدت أم لا هذه عملية أخرى تحتاج إلى صبر ومصابرة كما أنه في الطب الآن لا يقبل أحد أنه العاقل يعني أنه يقرأ معلومة في كتاب طبي ثم يبدأ ينشرها لا لا بد أن يتأكد من هذه المعلومة هل هي الآن المعلومة تجاوزها الزمن هل المعلومة فعلا متفق عليها يخالفها الذي ألقاها هل هو مخالف من أطباء آخرين أم لا فقضية الوصول لمعلومات هذه نعمة صحيح لكن يجب أن نتعامل معها بأنات وعاقل وتؤدى لتذكر النعمة دكتور كيف كان السابق ينتقل للمعلومة وكم يأخذ المسافة في الترحال واليوم بدقة بلا شك أبو البخاري رحمه الله في كتاب العلم بوّب على مسألة الرحلة في طلب العلم ثم ذكر قصة ذهاب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من المدينة إلى مصر من أجل أن يسمع حديثا واحدا من أحد الصحابة وهو عبد الله بن أنيس بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بحديث فلما سمعه قال بلغني أنك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قال نعم فرجع إلى المدينة مباشرة ذهاب شهر ورجوع شهر شعب بن حجاج بلغه رحمه الله كان في البصرة فبلغه حديث عن راوء من الرواة فأراد أن يتأكد شعب من العلماء الذين يحدثون على تتبع السماع حتى يكون هناك من قطاع وتدليس معروف هذا في علم الحديث فقال لا لم أسمعه ولكن سمعته من رجل في الكوفة فشد الناقة إلى الكوفة نعم إلى الكوفة فلما بلغ الكوفة قال أنت سمعت هذا من فلان قال لا ولكني سمعته من فلان أين هو قال في مكة في المدينة فشد الناقة إلى المدينة فلما وصل المدينة أين فلان قالوا ذهب إلى مكة في موسم الحج فذهب شعب من المدينة إلى مكة وليس له غرض في الحج إنما غرضه أن يتثبت من حديث سمعه هل ثبت اتصاله عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا فلما وصل إلى مكة قال ذهب يفتش وين الرجال هذا قالوا هذا فقال أنا لم أسمع لكني سمعت من رجل عندكم في البصرة قال سبحان الله بينما الحديث بصري إذا هو كوفي إذا هو مدني إذا هو بصري يعني ثلاثة ألاف كيلو تقريبا مشاهى شعبة ليصل إلى هذه المنومة وليتأكد هل الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا وأرجو أن نمسك بهذا القصة سنحتاجه بعد قليل هذا يدخني دكتور إلى نقطة جدا مهمة اليوم مع وفرة المعلومات وإمكانية الوصول الكتب موجودة في المكتبات أو حتى عبر الشبكة العنكبوتية لإنترنت تستطيع الإنسان أن يصد المعلومة لكن هناك نقطة هي قضية تعايشة مع المعلومة كان السابق لما يأخذ المعلومة تجده تظهر عليه في سلوكياته وأفعاله اليوم ربما يفهمها فهما خاطئ ويناقش بمناقشة خاطئة ويدعو إلى أمر خاطئ وسبب أنه لم يفهم ما يراد من الدليل صحيح وهذه نقطة لذكرتها قبل قليلنا فرق بين وقوفك على المعلومة وبين الاستفادة منها الوقوف على المعلومة هي أول خطوة الخطوة التي تليها هي تحقيق أو تحرير هذه المعلومة هل فهمي لها سليم ثم كيف أوظفها وأنت تعرف أن الأئمة كانوا يقولون حدثوا الناس ثورة عن علي وثورة عن عايش رضي الله عن حدثوا الناس بما يعقلون ليس كل معلومة تقال هذه واحدة والثانية لا بد أن تفهمها فهما سليما أولا فهما سليما ثم تضعها في موضعه وهذه من معاني البصيرة التي ذكرها الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة فهي من البصائر ونحن في برنامج البصائر أن تكون هناك عند الإنسان بصيرة متى يقول هذه المعلومة وأين يقولها وكيف يقولها هذا دكتور قبل أن نتجاوز قنطرة العلم معنا في مقدمة هذا الحديث أقف مع نقطة هي قضية الفهم والتعقيب على هذه المعلومة اليوم أصبح بعض الأخوات الذين يمتلكون هذه المعلومة ويستطيعون أن يحصون عليها يماري في قضية النقاش والجدال على أساس أنه أمر مسلم يمكن مناقشته مباشرة مع أن السابقين كانوا يقفون ولا يتحدثون بحكمه حلال أو حرام أو ممكن أن يحمل بصورة قطعية وصوابية صحيح هذه واسمح لي أن أقول هذه الكلمة أشد الناس منافحة عن معلوماتهم بحماس زائد لا تحتمله المعلومة هؤلاء هم أقل الناس علما ولهذا القاعدة تقول كلما اتسع علم الإنسان اتسع عذره للآخرين تجد الإنسان مثلا الذي لم يحفظ في المسألة إلا قولا فقهيا واحدا بينما المسألة فيها أقوال أخرى تجد يقاتل ومنافح ويظن أن المسألة محل إجماع مثلا فتجد يقاتل أبدا هذا القول أول أصلا ما نشأنه إلا على هذا القول من هذا الكلام أنا أتكلم في المسألة التي يسوق فيها الاجتهاد أم المسألة القطعية المجمع عليها التي فيها خلاف شاذ وكذا لست موضى حديثنا مثله تماما الذي يأتي إلى حديث ربما وجد عالم من العلماء قد يكون من المعاصرين هو الذي قوى هذا الحديث حسنه فينافح عنه ثم إذا فوجئ بأن طالب علم قال هذا الحديث فيه كلام أو تكلم فيه بعض العلماء قال ومن أنت فلان صحها فلان قوى يحصل الجداد هذا الصدام الذي يحصل في مواقع التواصل أحيانا لا يصدر من أناس عندهم حقيقة علم إنما يصدر من الناس عندهم معلومات غير محررة ولهذا تجدهم ينافحون أحيانا أكثر من شيوخهم عن المعلومات التي قالها شيوخهم لأن أشياخهم هؤلاء عندهم من السعف العلم ما يتسع معه العذور عندهم لغيرهم بينما هؤلاء لا يعرفون إلا معلومة واحدة ولا يعرفون إلا زاوية واحدة من زوايا المسألة فتجدوا ينافح بل يفسق ويبدأ أحيانا ويملل ويدعو إلى كذا وإلى كذا وهذا نموذج واقع يعني أعطيك مثال أعملي وليس نظريا تجد مثلا من العلماء مثلا الذين نشر الله لهم القبول في العاصر هذا في علم الحديث العلم الألباني رحمه الله رحمه الله وليشك أنه أحد الأئمة الذين نفع الله بهم مجددوا في علم الحديث لكن يبقى الإمام الألباني رحمه الله عالما له من يخالفه من أهل العلم سواء من المعاصرين أو من من تقدم من الأئمة السابقين المعاصرة لا شك أن لها أثر في الإجلال والتقدير لأن الإنسان عاصر ورعى وشاهد شيء من هذا القبيل العالم القديم الذي قد يكون أعلى من الألباني بمرات لأنه غير معروف السيرة عند المعاصرين وغير المختصين في العلم فتجد ليس له ذاك الوزن في قلب كثير من الناس ليس احتقارا ولكن يعني لم يعرفوا من أخباره ولا من صفاته ولا من علمه وتعبه وبحثه وحفظه ما عرفوا عن الشيخ الألباني رحمه الله إيش المشكلة تأتي تأتي حينما يقول ومنفلا حتى هذا والألباني أعلم الألباني أحفظ الألباني كذا نقول رحمكم الله ضعوا الأمور في نصابها وضعوا في موازينها يعني أنت أنقل رأي الشيخ لكن لا تكون أعظم دفاعا عن الحديث من الشيخ نفسه الشيخ يعرض قوله ويرى أن قوله كما يقال صواب يحتمل الخطأ وقول غيره خطأ يحتمل الصواب أنا لا أدعو إلى عدم نشر الخير أنشر لكن لا تكون يعني صلبا أو حادا في نشر المعلومة التي قد يوجد خلافها عند غير كم هذا يجعلنا دكتور نسير في طريقنا إلى نقطة جدا مهمة بعد امتلاك المعلومة وبعد امتلاك المعرفة من الطبيعي أن يكون الإنسان يطبق هذه المعلومة أو هذه الفائدة إلى مسألة سلوكيات فلنتقل إلى مسألة الأخلاقيات اليوم أخلاقيات وسائل التواصل الاجتماعي بعضهم يقولون لماذا تدخلون أخلاقيات الإنسان في حياته التي عايشة بين الناس في وسائل التواصل الاجتماعي هذا لا يعرفك أحد ولا أنت معروف عند الناس وربما أحيانا تكون مجهول للأسر ومجهول للصورة إلى آخر فأخذ راحتك من باب تنفيذ ما في النفس هذا الكلام تنقضه آيات كثيرة جدا الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين إذن الشرع له سلطان على كلامنا وله سلطان من على حركاتنا وأقوالنا وفعالنا وما نأتي وما نذر نعم مساحة الحرية الحمد لله كبيرة لكن الحرية هذه منوطة بماذا؟ منوطة بتحديدات الشرع فالشرع إذا قال تكلم بما تحب ما في شكال أنا لست ألزمك أن تتحدث في العلم الشرعي فقط تحدث في الطب تحدث في الهندس وتحدث في الأدب تحدث في المساحة واسعة لكن إذا أردت أن تعتدي وتخالف آداب الشريعة فتسخر أو تستهزئ أو تضلل بغير برهان ولا دليل أو تبدع أو كذا فضلا عن التفسيق والتبديع إلى آخره فنقول لا هنا قف الشرع هو الذي وضع هذه الأوصال فلا تتجاوزها هناك أخلاق هناك أحكام شرعية في التفسيق وفي التبديع لا بد أن تكون مرتبطة بقيودات الشرع فمثلا من الذي يبيح في أي دين فضلا عن دين الإسلام أن تسخر من آخر لشكله تسخر من آخر مثلا من لونه أو شيء من هذا القبيل هذا لا يوجد في أي دين لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم قضية اتهام النيات بدون أي دليل هذا أمر غيبي النية تقول أنت قصدك كذا وأنت تقصد كذا مثل واحد يقول والله اليوم مثلا زرت المسجد الفلاني والتقيت فيه بجالية إسلامية قال واحد أنت مرائي لماذا تخبرني أنك ذاهب للمسجد يخدع هذه النية وهو يريد أن يبين الفرحة بلقاء إخوان المسلمين من غير العرب الوافدين على هذا البلد مسلمون جدد دخلوا في هذا الدين فيصورهم يقول أنت مرائي لماذا تصور سلامك على أخيك هل المسلم الجديد هل ترين أنك والله مثلا ما شاء الله متسامح أخلاقك جميلة أخلاقك جميلة دعني النيات هذه بالعكس انظر إلى الجانب المشرق في مثل هذه المواقف وأثني عليها وإن كان لك ملاحظة اذهب إلى الخاص لماذا نحن نبرز الخصام والعراك أمام المشاهدين أو دعني نقول أمام المتابعين ثانيا أنا من تجربة أقول نحن نحتاج إلى حلم واسع في مواقع التواصل وإلى صبر ما رأيت أعظم من هذين الخلقين خاصة لمن ابتلي بكثرة المتابعين ما رأيت أحوج من هذين ما رأيت يعني من خلقين يحتاجهما الذي يتابع كثيرا مثل الخلق الحلم والصبر لأنك ستلاقي سفهاء ستلاقي حاقدين ستلاقي أعداء أيضا وتلاقي خصوم وتلاقي جهال وقد أعطان الله عز وجل القاعدة في قوله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فتحتاج للصبر وحلم وآنات وحمل الناس على أحسن المحامل ما لم يأتي إنسان معاند وقاصد فعلا لمصادمة الحق البين الواضح فهذا لكل حادث حديث والله يقول ولا تجادلها الكتاب إلا بالتي يحسن إلا الذين ظلموا منه جميل دكتورة الآن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت العائلة من تواصلها القريب من بينهم إلى تواصل أقرب من ذلك وإن كان كما يقال بعضهم يقول هو تباعد الأرواح وتقارب الأصابع كما يقال أحيانا في مسألة أنه والله تجعل مجموعة للعائلة مجموعة للعائلة الضيقة للعائلة الأوسع للمجلس الفلاني وهكذا لكن من ينظر إليه من بعيد يجد أن كل رسالة يوجد أمامها ثلاثة أصناف إما مؤيد لها سواء كان بسوء أو بباطن وإما معارض لها تماما وإما مناقش مجادل اليوم أنا في قروب العائلة ومجموعة العائلة كيف يمكنني أن أنقل هذه المجموعة من الحديث العام إلى حديث أنا أستطيع من خلالي أن أتحصل على أجر وبنفس الوقت يكون بيني وبينهم تطبيق لصلة الرحل جميل أنا أقول عند إنشاء المجموعات هذه خاصة المجموعات الاجتماعية التي لها حس يراعى فيها جانب الصلاة وجانب التقارب أنه يكون هناك ميثاق للمجموعة صحة العبارة ميثاق أولا نثمن أولا أن لا يدخل شيء من المحرمات في هذه المجموعة لأن المحرمات هذه ستشتتنا وتفرقنا وإلى آخره أمر آخر الغرض من هذه المجموعة الهدف التالي صلاة الرحم تقوية الروابط التذكير بالمواعيد الاجتماعية وكذا وكذا الأمر الثالث عند وجود إشكالية وكذا فالحكم هو المشرف على المجموع مثلا أو الوالد أو الوالدة أو هكذا توضع عنهم بنود معينة بحيث من يخرج عنها يكون هناك نوع من العتاب اللطيف وأيضا على الخاص حتى لا يكون هناك لأن الإنسان قد تأخذه قد تأخذه العزة بالإثم ليس هذا فقط في المجموعات الاجتماعية يعني أنا أعرف علمي محظي يعني سؤولا في الحديث في الفقه وكذا أحيانا بعض الإخوة في المجموعة يخرج عن الهدف الذي أسست من أجله المجموعة ولا يأتي بباطل ولا بنكير من القول ولا لكنها تخرج المجموعة عن هدفها الذي أسست من أجله فهنا يأتي دور المشرف ويقول نذكر الإخوة الكرام بالهدف الذي ينكتر بعض الناس ما شاء الله يعني كما يقال مرابط على الواتعب أو على المجموعة هذه فينقل كل ما هب مباشرة حتى أنه أحيانا لا ينتبه لما نقل قبله فينقل المكرر فيحصل هناك أذى وإزعاج في المجموعة فأنا أتصور أن وضع يعني كما يقال ميثاق داخلي داخل المجموعات وأن الهدف منها كذا وكذا وكذا يخفف من اللأواء أو يخفف من الإشكالات التي التي تحصل ما ترى دكتور أحيانا وضع مثل هذه البنود أو مثل هذه اتفاقية تكون فيها شيء من التشدد والإنسان هو استخدم وسائل التواصل الاجتماعي أحيانا من باب المرونة لكن أنا قصة موثيقة عامة يعني مثلا ماذا يضر أن أقول مرحبا بكم وحياكم الله وكونوا مبتسما وأنا أوضع المجموعة وما التقينا إلا لنسعد بكم وأفيدونا وأعطونا وكذا وكذا وحبّد أن تجنبونا ما فيه مثلا موسيقى ما فيه صور نسائية وكذا مدام المجموعة اجتماعية أو فيها رجال أو شبنة القبيل أن تجنبونا ما لا يرضي الله عز وجل وحياكم الله الباب مفتوح للجميع في الإفادة والإثراء والنفع وكذا وهناك مثلا ممكن يعني حتى نقل الأفكار مجموعة من الأفكار نقول مثلا وهناك جائزة شهرية خلاص لأحسن واحد من أعضاء المجموعة الذي تتميز نقلاته بكذا وكذا هذه على حسابك دكتور هذه على حسابك الهدام إذا دخلت معهم على حسابي إذا سأل مجموعة الآن لا تجد لمجموعة والسيئة دكتور الآن هذا يجعلنا إلى نقطة ننتبه لها وهي مسألة الرسائل أو بعض الفيديوهات المنقلة لما تبدأ تحدث مع الشخص الناقل لمقطع مثلا فيه نوع من المحرم أو يفضي إلى محرم ويبدأ يقول أنتم تشددون هذه أنت ستراها يعني مش ذاك الذنب العظيم وما يدري أن هذه ربما تسير به الرقبة صحيح ولذلك أنا أقول وضع المواثيق هذه أو قصدي يعني ما أود أن نكبرها يعني لكن نقول نوع من الاتفاق بحيث نحتكم إليه فيما بعد ما يجي واحد يقول يا خحنا داخلين نريد أن ننبس نريد أن نستانس وكذا يقول نعم لكن هناك حدود معينة أنت بإمكانك أن تجد هذا المقطع ترسل على الخاص لمن ترى أنه يستفيد منه ونقول دائما نحن الوسيلة أو الغاية لا تبرر الوسيلة الوسيلة لا بد أن تكون مباحة أو مشروعة بطبيعة الحال وجود مثلا بعض المنكرات هذا يكدر الصفو بلا شك يكدر وينغص وأنا والله لا أكتمكش أنه رسال تأتيني كثيرة من بعض الأخوة والأخوات يقولون والله في ناس يسروا مقاطع فيها موسيقى ومقاطع فيها صور نساء وكذا ويقولون لها هدف دعوي زين فنقول الآن هذا النزاع والشقاق ولا تضع والقطيعة الرحم هذه إثمها أعظم من المصلحة التي أنت ترجوها من خلال هذا المقطع وبالإمكان أن يقال تلخيص الفكرة أنه والله كذا وكذا وكذا أو تطبس الصورة أو يخفى الصوت الموسيقي الحمد لله هناك وسائل كثيرة لمعالجة هذه المخالفات التي قد تسبب حقاقها هل دكتور مرتبط فقط بالإنسان المرسل والمستقبل أم أنه يتحمل كل من رأاه يعني أحيانا تصل لي مثلا فيديو معين أرسله لفلان فأنا أقول فقط أن هذا الشخص الذي أنا أرسلته ذنبه علي فقط أما الباقي هو إذا أرسله يقول أنا ما العلاقة هل يتحمل ذنبه الأول مدام فيه منكر ينبغي أصلا أن يتوقف عندك نفس المقطع أو نفس يتوقف عندك أنت لا تكون ناشرا للخطأ لا تكون ناشرا للمعصية لأنه الآن نتساءل نحن كم نسبة ما هي نسبة المنكر الموجود ونسبة الصواب الموجود نعم هناك قد يوجد أحيانا مقطع ضروري جدا وكذا فيه نسبة منكرة أو خطأ يعني يسير هذه كم نسبتها واحد التي تصل لحد الضرورة ما سوى ذلك أنا في نظري أنه لا تحتمل فائدته إرسال هذا المقطع مع وجود هذا المنكر ماذا دكتور عن الإشاعات اليوم التي تسير بها الرقبان في وسائل التوصل الاجتماعي أحيانا من تقوم بعملية دخولك في برنامج أو منصة إلكترونية وتبدأ تقرى تجد أن ما شاء الله تبارك الله ربما في أقل من ثلاث ساعات كل ثلاث ساعات إشاعة جديدة يعني بهذه الطريقة والناس يتصدرون لها وربما يدوني شاركهم فيها أشكرك على هذه النقطة جدا مهمة الله عز وجل جعلنا منهجا في تقبل الروايات في تقبل الأخبار والقصص في أكثر من موضع من القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسكم بنبأ فتبينوا وفي قراءة أخرى فتثبتوا وترى هذه ليست كهذه هذه تختلف عن هذه عندنا التثبت من المعلومة هل فلان قال كذا هل الموقف الفلان تم هذه المرحلة الأولى تثبتوا تبينوا أن تعرف ملابسات القصة مثاله قد تأتي أو تمر براجل في رمضان في الظهر والناس صائمين تقول أنا رأيت عبدالله البوعينين يشرب ماء في الظهر والله رأيته بعيني الآن التثبت حسا صح القصة ثابتة لكن لم نتبين ما ملابسات هذا الموقف قد يكون عبدالله ناسي صح قد يكون ناسي أو يكون قدم من سبر أو ربما أنه يكون مريض قد يكون مريض وهو يعقل علاج إذن عندنا تثبت وعندنا تبين في قصة وعندنا مثال تطبيق في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث عائشة حديث صفية في الصحيح لما جاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف فلما أراد أن يرجعها إلى أهلها مر رجلان من الأنصار فأسرع قال نسوه صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية قال يا رسول الله يعني لا ما نشك فيك أبدا قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقلف في قلوبكما شيئا أو قال شررا قال الإمام الشافع وغير من العمى كلاما ما معناه هذا الدرس لكل من وقف موقفا قد يتهم فيه أن يبرئ ساحته وأن بسعه سلم قال لما ذكر الشبهات في حديث النعمان بن بشير قال ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه قال بالراجب وغير من هذا العلم وفي هذا الدلالة على أن الإنسان ينبغي له أن يتطلب السلام لدينه وعرضه نحن الأنصار فعلا الرجلان لم يشك في النبي صلى الله عليه وسلم لكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقذف الشيطان في قلوبه ما شيء أنا وشررا ما معنى امرأة في ظلام الليل والرسول يمشي مع امرأة لوحده معنى معصوم صلى الله عليه وسلم لكن أراد أن يضع منهجا أنا وأنت يا أخي عبدالله قد توجد مواقف يعني نمر بها فهنا علينا أن ندفع هذه التهمة والريبة أصلا يبغي أن لا نقف لكن لو وجد موقف قد يقع في قلب الناظر لنا أو الرأي أو المستمع أننا وقفنا موقفا فيه ريبة أن ندفعه عن أنفسنا إذن نعود إلى القضية الأصل علينا ويجب علينا أن نتثبت وأنا وأنت مسؤولون عما ننشر صدقني في الفترة الماضية أكثر من مقطع يتداولها الناس ثم يعتذل المرسل يقول أوه تبين لي أن المقطع قديم المقطع تبين لي أنه ملفق المقطع تبين لي أنه مفاضر بعضهم يقول دكتور أنا يعني في إعادتي للرتويت أو إعادة للتغريد لا يعني من تخديقة فيقول لك أنا يعني لا أتحمل ما أقوم بإعادة تغريد لا أتحمل مسؤولها حتى الآن فيما يعرم بنظام الجرائم المعلوماتية أنت مسؤول عما تسويله رتويت أو إعادة مباشرة بعضهم يضع في البايو يقول الرتويت لا تعني موافقة ليس بالصحيح إما أن إذا عملت تدوير للتغريدة أو أرسلت مقطع في الوات أو غيره قل أنا أنقله والعهد على ناقله مثلا وأسأل هل هذا الكلام صحيح أو لا أما أن تنشر وتمشي فأنت مسؤول شيئة أم أبيت وعفوني شيخ يتأكد هذا في حق من أن نشر عنهم يحصل به ضرر من الولاة ومن العلماء والدعاة المشاهير لأن التهم عليهم ما شاء الله سريعة وجاهزة فالتثبت في عموم الناس واجب لكن فيما يتعلق بهؤلاء لأن الضرر الذي يلحقهم بالنسبة ما لم يقولوه أعظم شكرا لك دكتور عمر بن عبدالله المقبل مشاهدينا ومستمعينا الكرام فاصلوا ونعود إليكم الآن يمكنكم متابعة إذاعة القرآن الكريم عبر شبكات التواصل الاجتماعي تويتر انستجرام سنابشات تليجرام واليوتيوب على حسابنا الموحد حياكم الله مشاهدينا الكرام على شاشة تلفزيون قطر ومستمعينا الذي يتهادى إليهم أصواتنا عبر أثير الإذاعة 103.4 وأهلا وسهلا بك دكتور عمر بن عبدالله المقبل شيخ عمر كنت أتكلم قبل الفاصل نقطة جدا هي قضية الإشاعة وجعل اللساء سبيل لنقلها من جهة إلى جهة أخرى واليوم عبر رسالة التواصل الاجتماعي تنتشر بشكل كبير بعضهم يقول أنا حينما نقلتها ليست إشاعة وأنا متأكد منها بل أنا متيقم منها ولهذا نشرتها شوف إذا كنت وصلت إلى هذه المرحلة معذور لكن الواقع الواقع يدل على أن أكثر الناس لا يتثبتون وهذا شيء يعني كثير ليس مرة أو لا مرة حتى أنه في من الطرائف في موقع على تويتر مثلا موقع اسمه موقع تكذب الإشاعة يضع لك الخبر المزيف ثم يضع لك الخبر الصواب وما أكثر ذلك ما أكثر ذلك ونسيت أن قبل الفاصل أنا قلت الأمر يتأكد في حق من لهم تأثير في الأمة وكذا علماء دعاة ولاة وغيرهم وأيضا أشد شيء حقيقة إذا كانت الإشاعة تتعلق بأعراض المسلمين الله المستعلم الأمر خطير جدا فإنك إن تتبعت أعراضهم أفسدتهم والإنسان عليه قبل أن ينقل المعلومة في مثل هذه الأشياء أن يضع نفسه مكان الذي أرسلت عنه المعلومة أسألك بالله أترضى أن تنقل عنك أخبار لم يتثبت منها أصحابها يتهم الإنسان بسرقة مال يتهم بسرقة اعتداء على أرض يتهم به عرضه يتهم بكذا اتق الله وضع نفسك مكان هذا الذي تناقل الناس وعنه هذا الكلام لأن الناس في أول الأمر يسهل عليهم ترقي الإشاعة لكن يصعب عليك بعد ذلك أن تصحح هذه المعلومة إذا ثبت أنها إشاعة ماذا تقول دكتور في كنف آية قبل الله سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هذه في قصة الإفك أدب عظيم جدا الله عز وجل قلت ولولا إذ سمعتموه لاحظ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك أدب عظيم شوف الله عز وجل يربينا على أنه كما تستبعد أن يقع هذا الأمر منك أو من من تعرف من الصالحين شوف قد ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا سبحان الله نعم اجعل نفسك مكانها ولذلك لما أشيعت القضية في قصة الإفك قال أبو زيد أبو أيوب الأنصاري زيد بن خالد رضي الله عنه وهو يستمع إلى المقالة أرأيت مقال منافقون قال أبو أيوب والله لو بلغني هذا عنك ما صدقت فكيف بحائشة الله أكبر رضي الله عنه شوف كيف سأل المقال بالناس وذكرت حديث حقيقة في حديث جابر من سامرة الطويل الإفصاح البخاري لما ذكر رؤية طويلة جدا فكل يقول كل ما جاء إلى قوم قال انطلق انطلق قال وأما الرجل الذي رأيته شرشر شدقه إلى بدونين فقال فذاك الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق والله شيخ عبد الله إلى قبل 15 سنة أو 20 سنة عند بداية الانترنت كنت أقول كيف تبلغ الكذبة الآفاق يعني أنا أفهم أنه مثلا كذبة منطقة القصية مثلا منطقتنا المنطقة الوسطى إذا بلغت ما بلغت السعودية بحكم الصحف من الصحف قد تنقل معلومة ومتى تنتشر بعد أيام الآن بدون مبالغة كما أشاط في مقدمة حديثك في سويعات تنشر خبرا واتس أب تويتر فيس سناب وغيرها من وسائل التواصل تبلغ الآفاق في سويعات قليلة جدا فليتق الله العبد فيما ينشر ولا يعني يقول والله أنا رغبة سواء فيما يتعلق بالشائعات أو ما يتعلق بالتهم الملصقة بالناس أو بما يزعم أنه رغبة في نشر الخير فينشر أحاديث مكذوبة أو ضعيفة أو ينشر أحكام لم يتثبت منها ماذا دكتور عن بعض الرسائل التي وصل هي عبارة عن خرافات وخزعبلات لكن تلبس بلباس الشرع وبلباس الدين تعطى مقدمة جميلة دينية وثم بعد ذلك تدس هذه الخرافة ثم بعد ذلك وعلق عليها وعلى أساس ويبدأ الناس بانتشارة إذا لم ترسلها ربما سيصيب كذا وكذا احذر من هذه الرسالة وأمانة في عنقك وأمانة في عنقك وبعضهم يخاف يعني يخفون يخافون أن أمر يحصل في رقبته ويبقى يعني أنا أسأل هؤلاء الذين يرسلون أمثال هذه وينسبونها إلى النفس أو إلى عالم جليل له سمعة في السوق كما يقال أو في الناس أسألهم بالله أيرضون أن ينسب إليهم شيء لم يقولوه أم لا ما يرضون فنسبة شيء إلى الشرع وتزيل ذلك وتذيله أو تصديره باسم الرسول عليه الصلاة والسلام أو باسم صحابي أو تابعي أو عالم من العلماء الذين لهم قبول من أجل ترويجها هذا أعظم إثم عند الله سبحانه وتعالى لأنك أولا ستبني الدين هؤلاء على خرافة أو على كلام لا أصل له وكذبت عليهم بنسبة شيء إليهم لم يقولوه وهذه جريمة أعظم يعني الآن انظر نسب إلى الدين ما ليس منه وكذب على هؤلاء وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلن نسلط الضوء عليها بعد قليل فيما يتعلق بنشر الأحاديث وغيرها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فأنا أقول كل هذا الداعي الذي تزعمه أنت أنه والله رغبة في الخير لا يبيح لك ذلك الذين وضعوا الأحاديث الموضوعة أصناف منهم أناس كما قال يحي القطان وغيرهم من الأمة أناس من أهل الزهد والعبادة ولكنهم ليسوا من أحلاس العلم واحد منهم نوح بن أبي مريم هو أبو عسمة وضع حديث في فضل كل سورة من سورة القرآن من الفاتحة إلى الناس فسألوه قالوا وعي ترسل ترسل اليوم طبعا في فضل من قرأ سورة كذا فله كذا وكذا من قرأ سورة كذا وكذا فله كذا وكذا فقال رأيت الناس يشغلوا عن القرآن فأردت أن أردهم إليه سبحان الله يكتب على الرسول شوف لجهله من أجل ماذا القرآن طيب القرآن و السنة الصحيحة فيها من الأحاديث من لم تحرك هذه الأحاديث فلا حركه الله نعم عندنا أبو محمد من الدوحة السلام عليكم أبو محمد السلام عليكم يا مرحبا و coloursك السلام الله يحييكم لا يخفى عليكم قول الله تعالى و يمكرون و يمكر الله والله خير والما كريم فالآن الله يحفيكم في زماننا هذا نجد قوى الشر يجعلون جراهمهم على أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام حتى يعني يأخذوا راحتهم في الجرائم المستقبلية فما تعليق شيخنا الفاضل بإذن الله بارك الله فيك شيخنا قبل أن نأخذ الإجابة على سؤال أبو محمد عندنا نقطة جدا مهمة في قضية اليوم بعض الأمور التي تنشر بهذه الصورة بعضهم يقول أنا أنشرها من باب أني أخذ العجر ثم بعد ذلك لما بين لي العلماء وبين لي من الشايخ بعض المقاطع اللي يمنع النفضة يقول تركت كل شيء لا آية أرسلها ولا حديث أرسلها يقول مباشرة يقول أنا أخف أي نعم هي تعود إلى المعنى التي ذكرنا قبل قليل التثبت التبين فرق بين المعلومة وبين العلم هنا نقول لا تكون يعني كالمبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع ولا تكون أفعالك في الحياة ردد أفعال يعني حانينيك يعني بدل من أن ترسل آية كريمة تقول تأملوا قول الله سبحانه وتعالى مثلا وين تعدون عمد الله لا تحصوها وذكرون عمد الله عليكم إيش فيها هذه ترسلها لا فيها شيء وتأخذ أحاديث من البخاري ومسلم وترسل ما في شيء وبين أن ترسل أحاديث ضعيفة ومكذوبة وشيء صحيح وشيء ضعيف وإلا لا ترسل شيء لا التوسط حسن يعني لا تكون ردة فعلك هنا بهذا الصورة لا نشر الخير طيب نحن لسنا ضد نشر الخير بالعكس نقول هذه الوسائل نفع الله بها نفعا عظيما جدا وحقق الله عز وجل بها من إيصال المعلومات خصوصا في المناطق التي تبعد عن حواضر العلم أو يقل فيها أهل العلم ما لم يتحقق من قبل لكن الذي ندعو له دوما هو التثبت التبين والحرص على التأكد من المعلومة هل هي في سياقها هذا ما ذكر أبو محمد قبل 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 في قضية اليوم تكالب الأعداء وجعل الإسلام كل منه ينهج بطريقة معينة حتى تبتكر أحيانا بعض الخرفات تصور والله شجرة نائمة بطريقة معينة قالوا هذا شجرة سجدت ويبدأ تنتشر بعد فترة يتبين أن هذا صنع يدوي من شخص إنسان بدأ بالوضع في بعض المنتدايات التي تدعم مثل هذه الأمور فقط من باب التندر على المسلمين وتفكيرهم هذه الطريقة نص عليها العلم من قديم في أصناف الوضعين الذين يضعون الأحاديث يقولوا ومنهم الزنادق وعداء الإسلام إيش يفعلون يركبون أحاديث وينسبون النبس عليه السلام فيها خرفات ومضحكات وكذا يقول ها هذا دير الإسلام وهذا كلام رسولهم وكذا وكذا بغرض الطعم في الدين وقد تصدى لئما بحمد الله تعالى لهؤلاء تصديا واضحا ولم يتركوا حديثا وأقول ومطمئنان والله بحكم التخصص أتحدى والله 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 أن يؤتى بحديث لا يعرفه أهل العلم أبدا أبدا لا يمكن ابن المبارك لما هارون الرشيد جاء إليه برجل ليقتل على الزندقة يعني على الخروج من الإسلام والردة فقال لقد وضعت عليكم أو على رسولكم أربعة آلاف حديث قال تعيشوا لها الجهاب يفككها ويفندها عبد الله المبارك وأبو إسحاق الفزاري وفعلا لما بلغته قال صحيح لا يمكن والله أتحدى أحد في كل أقطار الأرض أن يأتي بحديث لا يمكن أن يعرف أهل العلم كيف يتعاملون معه أبدا ماذا شيخ عن التعامل مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام دعنا في آخر الوقت معنا ندخل إلى النقطة جدا مهمة في قضية الأحاديث التي تنشأ بين فترة وأخرى قال النبي عليه الصلاة والسلام ويرتيك حديث طويل أحيانا وأحيانا حديث صحيح لكن في داخله مجموعة من الأكاذيب الموجودة اليوم كيف نتعامل نحن مع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نتصنع بالوسال التواصل الاجتماعي كل ما سبق وما ينسى بالنسبة للسلام موضوع آخر أشد وأخطر لأن الذي ينسى بالنسبة للسلام دين وتشريع يطلب من الناس فعله أو يطلب من الناس تركه أو الحذر منه أو الترغيب فيه فلذا التثبت فيه آكد وآكد يعني أنا إذا كنت أريد أن أنسب لك معلومة الآن لا بد أن أتأكد حتى أقول قال عبد الله أبوانين قال عمر المقبل وهكذا إذا كان هذا منطقيا وفطريا وفي كل دساتير الأرض تؤكد على أنك لا تنسي بلا أحد إلا بسند أو بشيء يؤكد أن هذا الإنسان قال كذا وفعل كذا أما ما ينسى بالنبي عليه الصلاة والسلام فالأمر فيه أعظم لأنه دين وتشريع تعرف أنه كما قال له عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنك تغضب أحيانا فهل نكتب؟ قال أكتب فوالله ما خرج منه إلا الحق فالرسول عليه الصلاة والسلام مشرع بقوله وفعله ولهذا يعني يتأكد يتأكد التثبت أو تتأكد الدعوة للتثبت والتبين لهذا السبب ثانيا فيما يتعلق بما ينسى بالنبي عليه الصلاة والسلام يجب أن نتأكد من أن هذا الحديث ليس من الأحاديث المنسوخة يعني أشمع المنسوخة قد تجد حكم فعلا ثابت لكنه في أول الإسلام ثم نسخ فلا تنشر الناس وتترك المنسوخ عطي مثال دكتور لو جاء أحد وقال يجب على المرأة المتوفة في القرآن الكريم مثلا يجب على المرأة المتوفة عنها زوجها أن تبقى سنة كاملة في عدة الوفاة ما الدليل يا رجل قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير أخراج هذا موجود في القرآن القرآن يا أخي طيب قرآن أعظم كذا صحيح في القرآن لكن هناك آية نسختها والذين يتوفون منكم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصوا بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة هذه ناسخة لهذه أوه ما دريت لا يا أخي لا تستعجل تأتي حديث صحيح مثلا في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي موسى الأشعري الماء من الماء يعني لا يجب الغسل إلا إذا خرج المني فقط طيب نسخ هذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد الإمام المسلم وإن لم ينزل إذا صار موجب الغسل عندنا في الشرع سببا إما إنزال المني وإما الإلاج ولو لم يقع إنزال طيب لو سوق لهذا الحديث الأول إنما الماء من الماء أو الماء من الماء فعلغى الحكم الثاني وهذه مسألة يكثر الجهل بها في رمضان مثلا خصوصا من الأزواج حديثي التجربات تجده يقع منه هذا الشهي يقول ما حصل مني إنزال فنقول لا يجب الكفارة ثابتة بمجرد الإلاج إذن أولا الجهل الناسخ بالمنسوخ بالمنسوخ مثلا هذا لموذج أحيانا قد يكون الحديث عاما ثم خصص قد يكون مطلقا ثم قيد بشيء والأمثلة كثيرة نحن ودنا المثال حتى يتضح هذا ضربت لك مثالا بآية العدة واضحة جدا وبآية الغسل بحديث الغسل مثلا لا أقصد بالتعميم والتخصيص يعني كانت عامة ثم خصصت مثلا يعني الآن حقيقة سأذكر الشرع بعد قليل بس الآن أحتاج أني آتي بمثال واضح جدا في عام وخاص يعني مثلا ذكرت الآن مثلا الشرع واضح جدا في تحريمه للرباء ومن الأجناس الربوية التي يقع فيها الرباء التمر بالتمر لكن أباحت الشريعة صورة واحدة خصصتها وهي ما يعرف عند العلماء ببيع العرايا وهي أن يأتي موسم التمر وليس عند الإنسان نقد يشتري به التمر جيد فماذا أباح له الشرع أباح له الشرع أن يأخذ التمر الماضي الموسم الماضي ويشتري به رطبا جديدا على رأس النخل لاحظ طبعا من من صورة الربة تقع أن يكون وزن التمر هذا أكثر من هذا طيب عندنا التمر الآن من الموسم الماضي والتمر الذي على رؤوس النخل هذا رطب إذا كذلك بعد أن يجذ يقول إلى يبس فينقص وزنه لكن الشرع باحه إلى خمسة أوسق وهي تقارب تقريبا تقريبا الوسق ستون صاعا والصاع ثلاثا تقريبا يحصل إلى ثلاثمائة كيلو الشرع باح هذا إذن هذه الصورة مستثنات من بيع التمر بالتمر أيضا في أخطائنا في الحديث شيخنا وفي قضية نقلها ونشرها في نقلها ونشرها مثلا ما أشرت إليه في أول الأمر أن الإنسان عليها أن يتأكد مثلا من أن هذا الحديث مثلا ليس منسوها ما تقدم قبل قليل ليس هذا الحديث مقيدا ليس هذا الحديث مخصصا من الأخطاء أنه يأتي ويأخذ حديثا من كتب الضعفاء أحيانا لأنه الانترنت فيه كل شيء في كل شيء جيد فيأتي إلى حديث قد يجعل رواه العقيل في الضعفاء وهو أصلا العقيل على سبيل المثال أو بن عدي ما أوردوه في هذا الكتاب إلا ليبينه ضعفاء ويقول غره هو هذا لأنه ليس متخصصا أنه فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا فاغتر لا تنقل إلا من كتب معتمدة يعني أقصد إما مخصصة أو صحيح أو على الأقل تتأكد من أن هذا العالم قال هذا الحديث قال هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث عسان من أعجب الأمثلة التي مرت عليها أنه مرات واحد حط حديث وكتب في أسفله رواه مسلم وهو موضوع الحديث يعني شوف بلغة الجرأة أنه يجعل حديث موضوع ويكتب رواه مسلم لماذا قرواه مسلم لأن الناس يعرفون أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم البخاري ثم مسلم شوف كيف بلغت الجرأة فلا تغتر بما يصلك بل تأكد وسأل والحمد لله الآن يعني سؤال أهل العلم صار في هذا الوقت من أي سر ما يكون البعض دكتور في كل موضوع ربما يبحث عن حديث هو فهمه بهذه الصورة ثم يبدأ ينشر الحديث يتبين له أن الحديث مختلف تماما عن فهمه هذه مشكلة وذكرني سؤالك هذا أنه يظن مثلا أن السنة جاءت بقاموس تفصيلي لكل حدث لا يا أخي الشريعة قواعد نعم في السنة فيها تفاصيل ويكثر هذا متى يا أخ الكريم في أيام الفتن أو أيام معينة يذهب مثلا إلى كتاب الفتن صاحب أخر لا لا ليس في صالبخاري أيضا يعني هناك مشكلتان صحية يأتي لكتاب الفتن صالبخاري أو صاحب المسلم وينزل أحاديث الفتن على الواقع ويقول هذا هذا اللي أخبرنا به النبي على الأساس لا يجوز الجزم بأن هذا مراد الرسول لا مدام صح الحديث نقول لعل فيه إشارة لعل هذا الواقع مما حدث عنه لعل تعود على أن تقول لعل ولعل وأيضا لو لم تنقلها ترى ما ضر الناس شيء يعني الناس حياتهم ماشية بدون هذا الحديث وتنزيله على هذه القصة الأخطر ما هو أن تقول أحاديث منكر أصلا أو حديث ضعيف عند أهل العلم وتقول هذا الحديث يتكلم عن هذه القضية أصلا ما صح يا أخي الكريم ما صح ولو صح فالجزم بتنزيل أحاديث الفتن على الواقع هذه لا يفعلها والله من عنده علم وعاقل لماذا؟ لأننا بما علمنا من ما قرأناه من كلام أهل العلم في السابق أكثر العلماء ستجدهم شديد الحذر يعني العلماء في الجملة شديد الحذر من أن ينزل أحاديث الفتن على الواقع لماذا؟ لأنه ما من زمن يأتي إلا ويقول للناس هذا مراد الرسول في هذه القصة ثم يأتي حدث ثاني بعد جيل أو قرن من الزمان هذا مراد الرسول طيب الحديث ذا نزلته على كم قصة على ألف قصة فقد يكون هذا مدعاة لسحرية من الأعداء وحتى التشكيك بمثل هذا الحديث فنقول قد تكون بعض الأحداث أراد أن صلى الله عليه وسلم فيها الإشارة إلى صورة من صورة الفتن يعني مثلا لما وقعت أزمة الخليج الأولى في التسعينات الميلادية 410-11 مجري قال في سساحح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن تمنع العراق قفيزها ودرهمها لما جاء الحصار اقتصادي على العراق قال الناس هذا مراد الرسول بهذا طيب انفكت الحصار ثم جاء الحصار مرة أخرى هذا مراد الرسول وقد طبقت هذه قبل وقد تأتي أحداث بعد ويقول هذا مراد الرسول ليس بالسهولة أن تأتي وتقول هذا مراد الرسول أنا لا أمانع من التفقه والنظر لكن تقول لعل هذا الحديث ينطبق على هذا فكلمة العلة وإذا صدرت من عالم يكون لها وزنها أما العامي أو غير المتخصص ما شأنه وتنزيل أحاديث الفتن على الواقع البعض دكتور يأخذ حتى الأحاديث الغريبة ويبدأ يبحث عن غريب الحديث ويبدأ ينشرها بين الناس فيأتي العامي أو قليل العلم لا يفقه مراد النبي عليه الصلاة والسلام فتأتي المقابل بالتكذيب النبي ما قال هذا معنا النبي ربما أرود عن النبي لكنه غريب صحيح هذه أيضا مشكلة وأنا أقول صراحة والله كلما ازددت قراءة وازددت علما ومجالسة لأهل العلم ازددت علما بجهلي حقيقة وأقول ما أجرأنا يعني ما أجرأ الناس على البت في الأحكام البت في الأحاديث البت في المعاني ويقول هذا مراد الرسول وأقول كذا أحيانا يخي لغة العرب واسعة يأتي إلى حديث ويقول كنت أظن أن مراد الرسول كذا وليس مراده كذا يعني مثلا أنا لا أنسى ألقي عليك حديث يا شيخ عبد الله ما تفهم معنى يقول بن مسعود والحديث البخاري موقوفا على بن مسعود يقول إنا لنلقى أناسا نكشروا في وجوههم ما نكمل لك باقي الأثر ليش أبا ناظر ما معنى كلمة نكشر في وجوههم خلبي بيقول لك مباشرة يعني كان يجسوا معهم فنعبس في وجوههم كما نقل عن نبي على سلامتها في حديث نتغير وجهه لما يجو أي نعم يأخذون فقط بهذا الجزء نكشر زين قال وقلوا بمثل عنهم ما معنى نكشر نبتسم سبحانه وتقلب معنى آخر وهي تكشير بالمناسبة وهو تغير هيئة الوجه كذا قد تطلق على التبسم وقد تطلق على خلافه لكن الأصل لو رجعت كلام مئمة اللغة وكلام المتكلمين في هذا الحديث ستجد من يقول هذا التبسم هذا التبسم هو كشر عن أنيابه هو لا يأخذ بجانب آخر هو أصلا لم يسمعها إلا كشر عن أنيابه فركبها على المانى الآخر لكن سياق الحديث يدل على أنها التبسم لأنه يقول لأنه كشر في وجوه أقوام وقلوبنا ثلعنهم يعني معناته لأنه عندنا نوع من المدارات لأنه ليس من العقل ولا من الحكمة أن تلتقي مع الناس دوما تقول أنا مثلا مثال بين عبد الله ووقفة خاطر لازم أكون مقطب الجبيين ولا بد أن أكون ونزع أعلام منه أو بي لا يعني لا يا أخي ليس من العقل أن تجمع الأعداء وتتخندق أن تويئهم دائما في خنادق النزاع والخصام لا تحيد الأعداء مدارات الناس هذا فن باب ما جاء في مدارات الناس الآن وصل حديث عند سادة المشاهدين وأيضا المستمعين معنا بحث عن الحديث يقول كيف بحث عنه اليوم أنا ما عندي لا كتب سلسلة صحيحة ولا عندي سلسلة ضعيفة ولا عندي الكتاب الضعيف ما عندي كيف يمكنني أن أتعرف على هذا الحديث أهو صحيح أم ضعيف نعم هناك الحمد لله فيه مواقع قدمت خدمة جيدة وأنا أقول هي مناسبة لعامة الناس بشكل كبير هناك موقع الدرر السنية على سبيل المثال هناك المكتبة الشاملة موجودة على الشبكة الإسلام بورد كلها موجودة تستطيع أن تدخل لكن الإشكال معه أن العامي أو غير المتخصص لا يميز ألفاظ أهل العلم يعني مثلا يعطي ويجد الحديث في مجمع الزوائد ويجد أن الهيثمي قال رجاله وثيقات فيظن أن هذا صحيحا مع أن الهيثمي قال لك بس رجاله وثيقات باقي ثلاث شروط لم يتكلم عليها رجاله وثيقات يعني أنهم عدول وظابطون طيب انتصل ما تكلم لك على الاتصال سالم من الشدوذ ما تتكلم ولا تعرض لها سالم من العلة ما تعرض لها إذن أنت ماذا تصنع هنا تقول قال الهيثمي رجال وثيقات لا تقلبها وتقول صحيح تتأول وتتكول على العالم ما لم يقل جيد أنا أرى من تجربة أنه من أيسر السبل التواصل مع المشايخ الذين لهم عناية بعلم الحديث وتقول هذا الحديث صحيح أو لا يفيدك باختصار أنا لي أخ مثلا من إخواني لا ينشر حديثا إلا بعد أن يتأكد مني أنا شخصيا يرسلني وكذا ويقول مش تقول أبو عبدالله بل الحديث هذا أقول لا تنشره بس أو ضعيف أو موضوع أو كذا أقول هذا منسوخ ويحتاج أنك تربط معه الحديث الفلاني فلا تنشره يقول بس خلاص تمام ماذا دكتور عن كتابك أنا أراه أمامي الآن الحديث الضعيفة نعم هذا الكتاب هو عبارة عن بحث محكم في الجامعة عنوانه انتشار الأحاديث الضعيفة في وسائل اتصال المحاصرة كانت البحث هذا قبل عشر أو 11 سنة كانت الدراسة قبل انتشار الواتس وقبل انتشار هذه لكن الفكرة واحدة تماما كانت الدراسة مركزة على الجوال وعلى الويب في الشبكة العالمية تمام تتحدث عن أسباب هذه الظاهرة عن مظاهرها عن العلاج وبسطت القول فيها وأنا لا أدعو إلى شراء الكتاب حتى لا يقال يريد أن يدخل لرجيبه شيئا لا الكتاب موجود على موقعي في الشبكة العالمية هي اكتب الموقع الرسمي للعبد الفقير ما هو الموقع دكتور؟ المقبل 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 يدخل عليه وسيجد ان شاء الله كتاب يستطيع أن يحمله كاملا هذا الكتاب كاملا يستطيع أن يحمله وأن يقرأه مجانا دكتور الآن معنا تقريبا ما يقارب إلى نهاية الحلقة أربع دقائق إلى ثلاث دقائق نريد وسائل عملية ممكن نستفيد منها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في قرب العائلة في تثقيف العائلة أن يكون نشر للعلم كيف يمكن أن نجعل مثل هذه هل هناك برامج خاصة تطبيقات؟ تذلي يا شيخ عبد الله في خاطر شيئا الحديث جرى بعضه بعضا وهي قضية أدب التواصل في موقع التواصل سبقا نتحدث عنها في موقع آخر لكن أود أن أقول للإخوة الذين يقع بينهم التواصل في عموم موقع التواصل تويتر فيس وإلى آخره أنا أقول لهم يجب أن نعرف أيها الأخوة أننا قبل أن ندخل في هذا المواقع المسلمون للشرع ربانا على الصدق ربانا على الحلم ربانا على التناصح ربانا على عفة اللسان ربانا على إحسان الضم بالآخرين هذه معاني وقيم يجب أن لا تغيب معنا ونحن نتواصل مع إخواننا التخفي بما أشرت إليه قبل قليل خلف اسم أبو فلان ولا أمو فلان ولا لقب من الألقاب هذا لا يعفت من المسؤولية أمام الله عز وجل نعم قد أنا لا أعرفك لكن الله عز وجل يعلم أنك تكتب وتقول ذا فأنت محاسب على ما تقول فالله الله يعني لماذا نحن جعلنا مواقع التواصل مواقع تعارك مواقع تقاطع وليست مواقع التواصل بالسب والشاتب يا أخي يقولون يقولونهم في الأمثال والحكم أكثر عربات القطار ضجيجا هي الفارقة فلا تظن أن الشتم أو رفع الصوت أو إلقاء الكلمات القاسية أنه دليل على قوة حجتك أبدا قوة الحجة تكتسد من قوة المعلومة ومن قوة الكلمة أو الفكرة التي تطراحها ولو كانت بأسلوب هادة نعم العراق أو رسالة الكلمات أو حتى وضع الفيسات أو الرسوم التعبيرية التي تدل على السخرية وتدل على كذا هذا ليس منهجا وليس دليل على قوة الحجة فأنا أقول حقيقة أصي نفسي وأخواني بالآيات القرآنية أو بقواعد قرآنية وقولوا للناس حسنا الله وقول لعبادي هذه تطبيقات نعم تطبيق وقول لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم يعني أننا لو خرجنا عن القول الحسن فسيدخل الشيطان وينزغ بيننا ووصيهم بالآيات القرآنية لا يسخر قوم من قوم أسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من النساء إلى آخر الآيات القرآنية أما سؤالك الكريم بالنسبة لتطويع وتذليل هذه التقنية العظيمة في طلب العلم لا شك أنها أيضا ليست تنظيرا بل هي واقع عدد من المجموعات في التليغرام في الواتس أب نعم أنا مثلا اشتركت مؤخرا بمجموعة في برنامج علمي المجموعة المشتركون عن طريقة تليغرام أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة ما شاء الله وهذا في دول شتى يعني جدا على مستوى العالم أنا أشرف على دورة علمية تأصيلية يون الله الحمد اشترك معنا أكثر من 3500 من 66 دولة على مستوى العالم يستطيعون أن يتابعوا برامجنا عن طريق اليوتيوب عن طريق التليغرام صوتا وصورة وترفع على الشبكة إذن أنا أقول الدعاة لطلاب العلم لمن منى الله عز وجل عليهم بفضل علم الله الله باغتنام هذه التقنية في تدليل وتقريب العلم عدد من زملائنا من طلاب العلم وأختم بهذه جعل هناك مجموعة لمدارسة كتاب يأخذون مثلا كتاب زاد المستقنع في الفقه أو عنده تلاحكام في الحديث وغيرها يقولون يوميا سنقرأ مسألة سنقرأ حديثا ونتذاكر من أشكل عليه شيء فالشيخ فلان سيجيب على أسئلتكم شكرا لك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن عبدالله المقبل وشكرا لكم أنتم مشاهدين ومستمعين لنعيش حياتنا على بصيرة نراكم على خير والسلام عليكم هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر